اشتركوا في القناة 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 بالرؤساء بالحكومات بالسطو بالسلطة ككل اشتركوا في القناة 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 لبرج العذراء طبعا اول شيء بدنا نحكي عنه بدنا نحكي عن الشمس عن عطارد اللي موجودين عندك حاليا في برجك فعشان هيك هذولا بيدعموك نفسيا بشكل متصاعد عطارد بعطيك سرعة بديهة وقدرة على التحليل او الاقناع او التواصل الشمس كل ما اجت قربت من عيد ميلاد شخص منكم شوي بحسة طاقته اختلفت وتحسنت الامور معاه واصبحت ايجابية اكثر يعني الاجواء تقريبا مع عطارد والشمس ايجابية وبتدعمك بشكل قوي خلال هاي الفترة او خلال هذا الاسبوع بحسن مزاجك بشكل اكبر وبرضو بعطيك رغبة لانجاز كثير من المهام بشكل قوي جدا اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الزهرة وحكينا ان الزهرة موقعها جيد بالنسبة للك ولكن الصعب فيها ان الاسبوع هذا رح تتأثر بزاوية الربيع اللي رح تكون ما بينها وبين المريخ فعشانيك شوي هاي بتعمل نوع من انواعها يعني الايجابية على مستوى الاصدقاء والعلاقات والدعوات ممكن تنشط بامور الها علاقة بالاصدقاء بشكل كبير ممكن يتوجه لك اكثر من دعوة واكثر من اللقاء او لقاءات بتجمعك ما بين اصدقاء ممكن جدد يكونوا ولكن برضو بتحمل نوع من انواع التعاطف او الحزن او بتكون يعني ممكن صديقي يستغلك بكل سهولة ويوخذ حاجته منك وبعدين يقول لك باي او يمكن ما يحكي لك باي حتى فعشان هيك بدك تكون حذر من الاشخاص اللي بتتعامل منهم انه ما تكون علاقة مصالح اما بالنسبة لبيتك الثامن فطبعا منحكي عن المريخ المريخ برضو بيأثر على بيت الو علاقة حساس بالوضع المالي وبرضو احنا حكينا المريخ مع الاصدقاء فعشان هيك الامور ممكن ينتصب عليك ممكن ينضحك عليك ممكن تستغل ماديا حافظ على اموالك من السرقة او الضياع او من النصابين او المحتالين او المستغلين وبرضو ممكن هاي الفترة تحدث لك بعض المفاجآت على مستوى القروض او الديون او تشكل لك نوع من انواع الازمة على الوضع المالي اجمالا وخصوصا الاموال اللي ما بتعود لك او الاموال المشتركة اما بالنسبة للجدي فطبعا الجدي برضو نفس الشي بيشكل زوايا مع المريخ وهاي الزوايا بتيجي مع المشتري وبلوتو وزحل اللي الثلاثي بيتراجعوا في الجدي بيشكلوها مع المريخ الخامس بيت الحظ بما انه زاوية سلبية ومع الحظ انسى الحضوض معناته الاسبوع هذا وبرضو في نفس اللحظة هذا بيت العاطفي برضو بدك تنتبه من ردات الفعل العاطفية او الاساء العاطفية او قرارات ممكن تظلم فيها انت الحبيب او مشكلة تصير ما بينك وبين الحبيب فشوي يعني يتأثر عليكو بشكل سلبي برضو هذا اللي هو علاقة البيت الخامس بالاحلام بالاوهام بالكوابيس الاحلام الغير جيدة شوي ببني لك خيالك اوهام زيادة عن اللزوم فعشان هيك ما تخليها تسيطر عليك في هاي الفترة بعضكو رح يدخل بخلافات ما بينه وبين احد الابناء مع الحبيب برضو او مع احد الوالدين اما بالنسبة لنبتن طبعا نبتن مقابلك تماما في بيت الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية فهذا بسبب خلافات ما بينك وبين شراكة المالية والعاطفية وخصوصا ما بين الازواج فعشان هيك ما تخلي الاوهام او الافكار او القرارات المتعنتة انك تصدرها خلال فترة هاي فتظلم فيها الشريك او يصير خلاف ما بينك وبين الشريك وبما انه نبتن معناته ببني افكار سودة وخيالات واشياء لها علاقة بالوهم شك غيره خيانة الحبيب او خيانة الزوج او الزوجة يعني كلها هاي افكار بتدخل بالرأس بالفترة هاي هسا بغض النظر هي صحيحة مش صحيحة ولكن بتتعزز بالفترة هاي اما بالنسبة الى اورانوس اللي موجود في البيت التاسع فهو بتجيب لك مفاجآت على مستوى امور الها علاقة بالدراسة او السفر خصوصا الدراسة الجامعية السفر علاقاتك مع الاجانب علاقاتك مع اشخاص خارج البلاد امور الها علاقة بالجامعات او المؤسسات التعليمية القضايا القضائية او قضايا بتظهر بشكل مفاجئ او بتتغير مسار القضية بشكل مفاجئ فبتكون حذر ومنتبه هذولا كل الامور اللي لها علاقة بالبيت التاسع اللي ممكن تتعزز بالفترة هاي فبدك تكون حذر منها ان كانت سلبية وتقطنسها ان كانت ايجابية اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي حتى فجر يوم الاحد بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لنشاط فني هاي الفترة برضو بتحمل اجواء سحرية ومفاجئة برضو سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة ممكن تحاول ترتيب الامور بشكل بناء اكثر فترة بناءة وايجابية من فجر يوم الاحد القمر بصير موجود في الدلو وحتى ظهر يوم الثلاثاء رغم تراكم العمل انتوا قادرون على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من انواع القلب نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير او تأخير ما تهمل صحتك وما تهمل الواجبات اتجاه الاحبة من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحوت حتى مساء يوم الخميس يعني مقابلك تماما تتركز جهودكم نحو تدعيم شركاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفي اللي هم الأزواج حاذر من المشاكل مع الشريك خصوصا ما بينك وبين شركاء العمل والعاطفي هاي فترة شائكة فلا تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى صباح يوم الأحد بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء